أشكال الهندسية أو البيانات للضوائر النسبية ولكن أنا في اعتقادي أنه الدائرة النسبية تتبع وقاشرة الجدول اللي تعبر عليه مش ندير الجدول بجيها ونعاون نبدأ الدوائر النسبية كل جدول ندير لها متغيرة تاة تكرار التاة نسب المئاوية وتحته الدائرة النسبية عليها تكون أكثر وضوحة لأن الدائرة النسبية هي معبرة عن نفسها في مختلف الجانب هذا حتى في الدراسة الأساسية كذلك أمر الآخر وطرق له الأستاذ قبلي وهو مقابل على ذلك هي غالبا الجداول تقرأ نفسها فالتعليق على الجدول لا يكون بإعادة إشترار الأرقام أو إعادة كتابة الأرقام وإنما بعكم أنك عامل في هذه المؤسسة كنت قادر تعطينا 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 وعندما نعود إلى الدراسة الأساسية نقول العكس عليك 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 وعندما نعود إلى الدراسة الإستطلاعية كنت أعتقد أنه عقدة ضكور بطبيعته أقل في الحين أنك في الدراسة الأساسية وجدته أكثر لما كانت تنساءل لماذا الدراسة الإستطلاعية هل تحفظ فقط ضكور ومن الدراسة الأساسية العكس كذلك في الصفحة 2034